ما هي فوائد العدس؟ يعد العدس من احدى الوجبات والشربات التقليدية اثناء فصل الشتاء البارد ولا عجب في ذلك نظرا لفوائد العدس العديدة والمتنوعة فلنتعرف عليها اولا قد يعمل على تعزيز صحة القلب نظرا لمحتوى العدس العالي من الالياف الغذائية وحمض الفوليك والبوتاسيوم فانه قد يعمل على تحسين صحة القلب عموما ثانيا قد يفيد المرأة الحامل يعتبر حمض الفوليك عنصرا غذائيا اساسيا وضروريا لنمو جنين صحي لا يعاني من اي مشاكل ذهنية وادراكية حيث وجد ان تناول مصدر حمض الفوليك بانتظام من الممكن ان يقلل من فرص الولادة المبكرة في الكثير من الاحيان كما تنصح المرأة الحامل عموما بتناول ما مقداره 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميا ثالثا قد يساعد في محاربة السرطان يحتوي العدس على السيلينيوم وهو احد المعادن التي لا تتواجد الا في عدد محدود من الاطعمة من ضمنها العدس اذ يعمل السيلينيوم على التخفيف من الالتهابات التقليل من نمو الاورام السرطانية تحسين صحة وردود افعال الجهاز المناعي تعزيز وظائف الكبد تخليص الجسم من بعض المواد التي تسبب السرطان رابعا قد يساهم في محاربة التعب والارهاق يعد نقص الحديد احد الاسباب الشائعة وراء الشعور المستمر بالارهاق والتعب وغالبا لا تحصل النساء ما بين 18 الى 50 عاما على الحصة اللازمة لهن من الحديد ما يجعلهن عرضة لنقص الحديد فعدم الحصول على كمية كافية من الحديد من الممكن ان يتسبب في خلل في انتاج الطاقة في الجسم خامسا قد يساعد في تنظيم عمليات الهضم ان الحصول على حصة كافية من الالياف الغذائية يعد امرا مهما من اجل خسارة الوزن الزائد تحسين عمليات الهضم في الجهاز الهضمي قطع الشهية والشعور بالشبع التقليل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميا منع حدوث الامساك وهكذا اعزائي انهينا لكم فوائد العدس اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله